ما فينا ننسى ملحمة لنا الأرض اللي غنتها المطربة السورية الراحلة ربان الجمال أيضا لنا الأرض يعني كمان ناديم الأعمال الأوركسترالية اللي بنفخر فيها تعاملت كمان مع سونيا مبارك التونسية صح التي أصبحت فيما بعد وغيرة الثقافة تماما قدمت لها لحن مين الصوت اللي بيستحق اليوم عربيا أو سوريا المحليا بيستحق يمكن كلماتك أو ألحانك بتحس أنه عبالك تتعامل والله في صوت بمصر صوت جميل جدا أمال ماهر صوت مقدر وقادر وفي ريهم عبد الحكيم أيضا وسوريا وفي سوريا ما ما لما لم يستطع صوت صاحب الرزاكل مثل مين ما بعرف في شاهد برمدة سمعت أصوت جميل كمان ممكن ممكن ضمن مساحاتهم الصوتي وضمن شخصيتهم ممكن طبعا تتعامل معهم في مشكلة ممكن لا ما في مشكل ما في مشكل اليوم مخزون صفوان بهلوان شح أو بتقول أل أو بتقول هو موجود لكن سيبصر النور قريبا أو متى كما قلت لي أنت وكما قلت لك أنا أيضا وإن لك الكثير من الأعمال على الورق أدي بيطلع كم ميتون أدي كثير من مؤلفات موسيقية عالمية وأركسترالية تحتاج إلى مؤسسات ومنها أغنية أيضا ولكن في مجال التأليف الأركسترالي أنا يعني أجد ملعبي كبيرا ليه لأنني أستطيع أن أفرد جناحي فيه إنما بالأغنية بد يظل محصور لذلك بشوف أنا مقدماتي الموسيقية الملحمية مقدمات موسيقية كبيرة أفرد فيه جناحي عندما أصل للغناء أعود وأنحصر قليلا ولكن أجعل قليما للباكراون الموسيقي مصاحب للغناء أهرب من حين إلى آخر في المقاطع الموسيقية وهذا مما أحدث عندي معادلة موسيقية تستطيع أن تقول أنني عندما أكتب مثل تلك الأعمال أكتب المعادلة الأدبي لنص الأغنية وأحوله إلى أوركسترالي رائع من ألحانك ما هو معاصر وما هو أوركسترالي مثل ما عم تحكي أيضا عبدالوهاب قدم ألوان موسيقية عديدة مثل الرومبا والسامبا وألوان غنائية تانية هل فكرة المعاصرة تعني تقليل من قيمة المقطوعة أو العمل الفني؟ لا المعاصرة الإبداء عالم تفهم أنه معاصرة هو بعيدة عن الكلاسيكية لا ليس المعاصرة أني قلب الشرط وأمسك الخشاقيش وأرقص وكذا إذا ما معاصرة شوف الشيء ما سأقوله فيه شعر معاصر فيه شعر معاصر لم يكن يلفز حتى يموت وفيه شعر من ألفين سنة نحفظه وزهر عن قلب مثل شعر أبو الطيب المتنبي مثل شعر أبي تمام هذا معاصر الشعر والموسيقى التي تخلد هي المعاصرة قدمت ألحان بالعديد من الأعمال التلفزيونية لم تقدم شعرات لمسلسلات أعملت مسلسل بزماني من 30 سنة مسلسل الطبيبة نعم كانت الموسيقى التصويري لألك أنا أيها من مؤلفات الموسيقى اليوم تسمع شعر؟ وعملت كمان موسيقى فيلم اسمها النزاع يمكن لأيمن زيدان وعملت موسيقى انتظار وعملت انتظار اسمها فيلم سهرة وعملت موسيقى فيلم أيضا اسمه جسر البيت لفتاح قلاجي يمكن تسمع اليوم الشعرات اللي بترافع إذا كنت لا أتعمد هذا ولكن بالمناسب أحيان تلفت انتباهي شعرات موسيقية جميلة جداً مين لفتك؟ في عنا مثلاً إياد الرماوي في سامير كويفاتي في صفوان عابد في طاهر ماملي في ردوان نصري كلهم موسيقيين ومايستروز إذا بنا ننزح التحذير بأدموا شعرات جميلة صفوان عابد ما مش مؤلف موسيقى عمل موسيقى تصويرية بكذا كان شعراء الملحن حطه في الشعراء لوحنا له في طارق الناصر يبقى جبدي طارق الناصر كسورة ده بلا مهين طارق الناصر تونسة أردنة نعم ممتاز وفي مامول كمان طاهر ماملين هيدو اللي اسمعته لهم كويسين كموسيقيين أو مؤلفين وملحنين وفي كمان اسمعت مفترة موسيقى جميلة جداً لراعة خلف راعة خلف والمايسترو تحياتنا له كموسيقيين ومؤلفين أدي اليوم الفنان السوري ما أخذ حقه برأيك يعني كيف أدي أخذ حقه ما بعد فنان عندما تتاح له الفرصة ويقدم أعمال وإن كان لديه ما يقدمه فتلك فرصة وإن كان لديه أعمال موسيقية كويسة ولم يتاح له فيعتبر مظلوم لم تتاح له الفرصة هل تملك حقوق محفوظة باسمك والأعمالك وأغانيك؟ أنا عضو في الساسام من 30 سنة وأعضو في مؤلفية موسيقى برلين أيضاً لي حقوق في باريس محفوظة؟ ممكن معنا هيك لا ما أخذ ولا أرش